حسيت أنه صار الوقت يكون فيه ممثل للاجئين هون بالمدينة يقعد يحكي باسمهم ويدافع عن حقوقهم ويقلهم أنه للمدينة أنه نحن موجودين هون بالمدينة أنا ثامر خميس من سوريا معرة النعمان جيت على ألمانيا في فترة قلوم اللاجئين عام 2015 أنا مرشح عن الحزب الاشتراكي اللي هو الاس بي دي لعضوية مجلس مدينة فيسمر إن شاء الله إذا نجحت عندي برنامج براسي أنه حابب أنه قدموا بمساعدة الحزب المساعدة بسرعة اندماج اللاجئين هون سرعة اندماجهم توفير فرص لعمل إلهم أنا عندي مخططات للسوريين هون بشكل عام وبشكل خاص للنساء السوريات النساء السوريات هون نسبة كبيرة منهم المحجبة لحد الآن عبيعانوا صعوبة بتوفير فرص العمل بتوفير أماكن الدراسة التدريب المهني طبعاً نحن مجال السياسي كنا مفتئدين وعنا وهلأ صار الفرصة لحتى الأشخاص يعادوا يعبروا عن مواقفهم السياسي وعن آراءهم بشكل منفتح للجمهور بشكل عام اسمي عقبة برية من سوريا من محافظة إدلب جبل الزاوية مرشح حالياً إلى مجلس مدينة شفيرين في شمال شرق ألمانيا سبب ترشحة في المركز الأول أنه نمارس حقوقنا السياسية في هاي البلد قدمنا من بلد مدمر خبيت بلش من الصفر ورشحت نفسي لحتى أكون سند لأهل بلدي والأجانب بشكل عام في هاي المدينة عالم اللي ساكنهم به هاي المدينة بتواجه مشاكل في إيجاد البيوت في إيجاد مقاعد في دورات تدريس اللغة بتواجه كمان مشاكل عنصري في الشارع بتتعرض لكلام أو إهانة من قبل الأشخاص اليمينين فأنا كمرشح لمجلس المدينة بحاول في المستقبل أن أعرض هاي المشاكل على مجلس المدينة لإيجاد حل الأنسب من المعلوم أن الأحزاب هم بتقدم الدعم للأشخاص المنتسبة إلها بشكل أو بآخر حبيت تكون صوت لهدو العالم الأجانب العاشي اللي ما عندها حدا يعينها بهذا المجال وبالنسبة لكوني مستقل بحب أنه تكون أفكاري بدون تأثير هاي الأحزاب